ما لا تحسمه المباحثات الطويلة يحسمه المرشد الإيراني علي خامنئي بكلمة واحدة أو رسالة قصيرة يبعثها مع أزلام نظامه إلى الكتل والأحزاب في العراق بعد شد وجذب ومشاورات حول أزمة اختيار رئيس حكومة في العراق جاء الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد ليفرض إملاءات نظامه في هذا الشأن شمخاني الذي ورث مهمة قاسم سليماني في إدارة ملف العراق التقى رؤساء الكتل وزعماء الميليشيات وأبرز المرشحين لرئاسة الوزراء مثل المصطفى الكاظمي الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاستخبارات ووفقا لقيادي بارز في تحالف الفتح فإن زيارة شمخاني بدت مشابهة لزيارات سليماني باستثناء علنيتها إذ أجرى المسؤول الإيراني عدة اجتماعات منفردة مع قيادات الكتل السياسية المؤثرة في العراق وحثهم على الإسراع في إنهاء أزمة تشكيل الحكومة خصوصا مع تسارع المتغيرات في العراق والمنطقة وفي ظل استمرار ثورة تشرين وضيق الوقت على رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يتحتم عليه إعلان اسم المرشح الجديد للرئاسة الحكومة وفقا للمدة التي حددها الدستور بخمسة عشر يوما والتي بدأت في الثاني من شهر آذار الحال التغيرات الإقليمية والمحلية قد يكون لها دور في تعقيد ملف رئيس الحكومة أكثر ويبدو ذلك واضحا من استقالة عادل عبد المهدي ومن ثم استقالة محمد علاوي بشكل سريع ولا يمكن إغفال أثر ثورة تشرين في إرباك شركاء العملية السياسية كما أن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيران ومن ثم العراق يعد تحديا كبيرا أمام المنظومة الحاكمة التي تمر بأقسى أزمة عرفتها منذ سبعة عشر عاما ترجمة نانسي قنقر